طيب هو الفيديو ده مخصص لأي حد خلص أربع سنين كلية وجاله ان هو هيبقى معيد أو خلاص بقى معيد الرحلة بتاعتك تبقى عاملة ازاي الغتة ما يبقى دكتور أو حتى لو بعد كده يعني طيب المفروض ان انت بتبقى خلاص دخلت الكلية جبت بشكل ما المواد ده كلها جايب امتياز المواد ده كلها جايب جاي جدا المتواصل بتاعك ان انت مستوك عالي بلاس ان انت بتبقى مرتب بشكل ما على القسمة بتاعك أو على الدفعة فطلع العشرين طلع الخمستاشر على الدفعة طلع حتى الخمسين على الدفعة بس هم حاجة ان انت لو دخلت قسمه معين ترتب بقى القسمة نفسه تطلع من الخمسة الأول ده يعني دي معلومات يعني اللي انا عرفها ان زي الاحبي امعيد ان هو طول الاربع سنين أو طول الخمس سنين سواء كنت كلها في خمس سنين او سبعة سنين طبس مثلا طول土 السنين بت 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 امت بت 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 راتب بات ضفعة ولو دخلت قسم adulthood قسم اه وده معنى انت تجملها بتذاكر وبتعمل كل وتعمل كل محاضرات وبتعمل كل حاجة واكتف والموضوع يعني مفهوش اي حاجة بنسبها لك بلس ان انت مش مجال بتحضر انت بتفهم يعني انت اه اكتف وبتعمل عليك بس في نفس الوقت انت حرفيا فعلا تشاطر مثلا في الرياضة وشاطر في المجال ده حب المجال ده قوي كده فبيفرق في الدرجات في كل خطوة في مراحل حياتك انت ممكن تبقى مش مثلا حابب المجال ومع الوقت تحب المجال ممكن مثلا مع الوقت مش شاطر مش شاطر في الحاجة ومع لك تبقى شاطر مش طرد يكون الاستات بتاعتك ان انت ما بتحبش كلية فده معنانك هتخلص الله 4 سنين وبتحابهاش ممكن خلال الله 4 سنين تحبها او خلال 4 سنين تجيب فيها فعلا مجموع فيعني الموضوع مش الكلام مش للي بيحب الكلية بس ولا اللي شاطر في الرياضة بس مثلا لا الكلام لأي حد بيدور على شغلانة مستقرة يعني فكرة أنك تبقى معيد أو دكتور أو أي حاجة دي شغلانة مستقرة شوية هي دبعا فيها بعض الصداع وحاجات كتيرة بس هي في الأول في آخر شغلانة مستقرة يعني حاجة حكومية مثلا وكده فيه ناس بيتمحبش الفكرة دي بس أنا مثلا مش بصادر إحنا نتناقش إيه أني أحسن الحكومة والخاص بس أنا بتكلم أن أنت طالب أكتب بتحضر مع الوقت المستوىك عمالي تحسن رتبت على الدفعة رتبت على الكز في الآخر اتعينت معيد تمام طيب بعد ما رحلتك بقى ونبتقى معيد الموضوع بيبقى يعني عالم جديد أنا عمد الفيديو ده مخصوص لأن أنا مرت بالتجربة دي شخصيا أن فيه حاجات كتير جدا ما تبقاش عارفة وإنت طالب بتتفاجئ بها وإنت بعيد أن أنت مطلوب منك تبقى تعمل الحاجات دي فأنا مش عارف فواحدة من الحاجات المهمة جدا اللي ما اتخذتش خالص أو ما تتخذش أو يعني فيه تأثير من ناحيتها وإنت خلال الاربع سنين أو الخمس سنين أو السبع سنين اللي هي على حسب كلتك مجالها إيه فكرة البحث العلم يعني أنت وظيفة معيد مبنية منلي على البحث العلم البحث اللي هو يعني أشرحها يعني بس إن فيه دي جديد ما تقالش خالص وانت طالب فده بيبقى مشكلة تاني حاجة التدريس ممكن ما تبقاش أنت بتحب تدريس ممكن تكون أنت بتحب تدريس بس فيه واحد من ثلاثة مطلوبين معاك غير التدريس مش لازم تدريس بس فيه مثلا تحضر الماتيريال أو المادة بتروح تشرح بتقدر تتحكم في الطلبة أثناء السيكشن أو أثناء اللاب تقدر أن أنت تعرف تسلم أسايمون تعرف توزع الدرجات تعرف في الآخر تصحح تسلم الحاجة في الديدلاين مثلا مطلوب منك المادة تغيرت ومحتاج المادة دخلها دكتور جديد فمحتاج أن تتحضرها من أول وجديد لأنه المنهج هيتغير أو المحتوى هيتغير في فكرة أنك تلحق تحضر في خلال أسبوع واحد شيط يعني الموضوع ممكن يبقى سهل عادي بس أنا بالنسبة لي أو بالنسبة لناس فعلا قالوا أن يعني إزاي مثلا يعني بيبقى فيه صعوبة أن أنت تتحضر في فقط قليل دي حاجة من ضمن المهارات اللي لازم تكتسبها أن أنت لازم تلحق تتحضر الحاجة فقط طوبك ما تكونش تعالوا خالص وانت طالب نهائي ما خدتوش وانت طالب وانت مفروض تشرحه لأسبوع الجاي فدي مهارة يعني أنت تقعد تفهم الحاجة وكمان ترتبها بترتب منطقي عشان تعرف تشرحها بشكل كويس ولو هي عملي محتاج تقولها بشكل عملي لقدامك فيعني دي بس شوية حاجات لها علاقة بوظيفة معيد محتاج تعمل إيه عشان تبقى معيد وبعدها تبقى معيد خلاص دي وظيفة سمن فيها واحدين ثلاثة التدريس والبحث عن التدريس في الصعوبات اللي أنا قلتها أن أنت بحتاج تحضر وقت يعني لازم تكون موجود ما فيش حاجة اسمها طبعا غياب أو بتاع ومش الموضوع عادي يعني أنه مش مثلا أنت طالب بتغيب أو ما بتغيبش أو بتعمل الأسلامة أو بتعملوش لا دي وظيفة يعني لازم تحضر وقت تشرح المحتوى المطلوب كما ينبغي يعني وبعد كده بيطلب بتطلب منك مثلا لها التصحيح ممكن تحط امتحان ممكن تصحح امتحان ممكن ترائب امتحان ممكن تعمل على حسب الكل اللي أنت فيها ممكن تعمل اسمها إيه اللي هو الرصد والحاجات اللي بقى في الآخر يعني بعد ما نتيجة بتظهر بيضطر أن فيه ناس لجنة تانية تراجع على النتيجة وبتكون انت من ضمن الناس دي فالمعيد دي من الحاجة الأول بيشرح والشرح ده بيشمل التحضير والشرح ووضع امتحان حل امتحان وفكرة المرأبات برضو بترائب على امتحان وفكرة الرصد دي بس التدريس دي جي خش على البحث العلمي اللي أنا عاملة الفيديو دي عشانه اللي هو أبدأ منين ولا هو يعني إيه بحث علمي ولا المفروض مني أعمل إيه ببساطة بس دي كده كحاجة تلخيصا يعني أولا بتبقى معيد بيطلب منك بتدرس سنة اسمها تمهيد ماجستير يعني دي سنة بتيجي تحضر الكلية تمهيد ماجستير ما بتبقاش سنة اللي هو ست أيام بتيجي لأ بيبقى يوم طريبا يوم واحد يوم واحد في الأسبوع بتيجي بتحضر مواد ما بيكونش بقى في المدرج في المدرج اللي هو فيه مدرج الطلبة بيبقى فيه في مكتب الدكتور نفسه لأن العادة الناس بتكون مسجلة كمعادلين الأوائل في القسم بيكونوا مش كتير فمش محتاجين محاضرة يعني مش محتاجين مكان كبير ممكن مكتب الدكتور نفسه بيتعملك جدول برضو بيباعة عادي بيباعة جدول على حد علمي يعني مثلا يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع ماكسمم اليومين دول يعني بيتعملوا بحيث لا يتعرضوا مع جدولك اللي هو الدراسي يعني أنت بتجي سابته حد يبقى الماجستير بتاعك بقى مسألة اثنين وثلاث وفيه ناس تانا بتطلب أنه يكون نفسي اليوم بس ما بتعرضوش يعني أنت مش عايش تنزل قير يومين فبتنزل تحد الصبح معيد وبعد ساعتين ثلاثة بتجي في محضرات الماجستير فالمهم يعني أنه بيكون ياما يومين ودايما بيكونوا اليومين دول لا يتعرضوا مع وعيدك في يعني اللي بيحط جدول بقى فاهم بحط جدول المعيدين بقى فاهم أن انت معيد وبالتالي عندك تمهيد الماجستير ففيه تميسان تمهيد الماجستير وبعد كده بتطلب منه الحياة يسمها ماجستير ماجستير دي إحنا ممكن نبسطها لك أنه عبارة عن مشروع التخرج بس بتعمل لوحدك وكي من الأول إلى الآخر وبيكون بشكل يعني علمي أكتر من المشروع التخرج ده بالنسبة لحبة أعمل بس أعرفش ليه بس مهم فأنت دلوقتي وصلت بقى معيد لو أنت معيد بتعمل تدريس وبتعمل بحث علمي البحث علمي من ضمن الخطوات وأن أنت بتاخد سنة اسمها تمهيدي ماجستير خلت تمهيدي ماجستير بعد كده بتعمل حاجة اسمها ماجستير والماجستير ده بيكون حاجة زي مشروع تخرج ما بيكونش مادة بتحضرها ولا بيكون كذا لا بيكون مشروع بيبقى لازم يكون فيه عملي يعني حتى لو بتعمل بتعمل الحاجة دي طبعا كل الطب لازم يكون فيه عملي فيه تجارب عملتها على مرضى علوم بتعمل تجارب على مواد كميهية معينة يعني لازم يكون فيه عملي في الموضوع بحيث أن أنا أقول أن أنا طلعت نتائج معينة طبعا الموضوع الناس اللي في الأدبي أنا ما عاربش التجارب عندهم بتبقى عملها إزاي بس ممكن يكونوا يكون لها حاجة لها علاقة بالطلبة أو بالتربع أو الطلبة في حاجة ما عاربش بس بس المهم أن أنت الماجستير بتاعك بيكون عن حاجة علمية قيمة بعد ما بتخلص الماجستير بتبدأ تدخل في حاجة اسمها تأهيل دكتوراه التأهيل دكتوراه ده دي عبارة عن امتحان أنت بتمتحنه بس هو امتحان ما فيش محضرات يعني التأهيل دكتوراه بيكون امتحان بتمتحنه ما فيش ما فيش مواد يعني ما فيش محضرات وبيكون في مواعيد معينة في السنة يعني مثلا عشر أو واربعة مثلا أنا مش عارفة كليتنا بالضبط بس ليها مواعيد معينة يعني مش مفروب بتسأل على تأهيل دكتوراه في أي شهر وفي طرف بتروح تعمتح لا هو في مواعيد معينة في السنة ده بالنسبة لكليتنا يعني وبيكون ايه اللي هتمتحنه بيكون بيقولك احنا فيه مادتين معينين أو ثلاث مواد بالنسبة لأنا كان ثلاث مواد تأهيلي بتذكرهم لوحدك وتيجي بقى تحضر الامتحان بتمتح ما فيش حد بسرعونه ممكن تستعمل زكائك بأن انت المادة دي لو هي بتتشرح لسنة أولى أو تانية أو تالتة أو ربعة بتيجي تحضر معهم يعني ايه بتسهل تاني على نفسك تحضر معهم المحضرة وطبعا ممكن لو قابلك أي سئلة بتروح لدكتور المادة قبل قبل الامتحان فالموضوع يعني ما فيش محضرات ولكن انت ممكن تعمل من نفسك موضوع المحضرات بتحضر مع الطلبة لأن عاليا ما بتكون المادتين أو التلاث مواد اللي بتطلبوا منك بيكونوا مواد بتتخذ الطلب عادي بيبقى التلاث مواد دول بي وتلاث مواد مهمين جدا وممكن يكون الناس اللي مقدمها على دكتوراه ما خدوش المواد دي فإحنا بنقول أن انت خدتها أو ما خدتهاش لازم تسئل فيها تاني عشان نأكد أن انت كوف يعني أن انت قدرت تكمل في موضوع الدكتوراه الامتحانات بتبقى يعني محترمة يعني بس هي مش مستحيلة موضوع يعني بتحضر بتذاكر بتكتهد كلموضوع آآ مش مستحيل آآ بعد ما بتخلص تأهيل دكتوراه بتبدأ تاخد سنة كمان تمهيدي ماجستير آآ تمهيدي دكتوراه يعني فيه أو ما بتخلص كمعيد بتاخد تمهيدي ماجستير سنة وتعمل الماجستير في الوقت زي ما انت تحب سنة اتنين تتراتة اربعة براحتك بعدين بتعمل تأهيل دكتوراه امتحان وبعدين تاخد تمهيدي دكتوراه وعدين تعمل الدكتوراه اللي هي حاجة شابه الماجستير شوية هي مشروع لو شابهنا مشروع التخرج بيبقى حاجة عملي وتجارب وكذا وكذا وعدين تلاخر ايه بتسلم يعني ممكن يبقى ان الفيديو ده فيديو غريب لان هو فيه ناس عارفة الحاجات دي بس انا بعمله من منطلق ان لو فيه حد مش عارف حرفيا يعني ممكن يكون حد في رابع دلوقتي مثلا ممكن يكون فيه حد معيد وما يعرفش ما يعرفش ان هو المفروض لو اطلب منه مثلا ان يحط امتحان يبقى يقول له مثلا يقول لا ده مش من المقل لا هو فيه فيه ممكن تحط امتحان فيه ممكن ما فيش حاجة يسمعها بهازر دي الموضوع ما بقاش عشوائي انت عايز تحط امتحان بتقول الدكتور حاجة تحط امتحان في مواضيع ايه امتحاد هيبقى مترمى ولا كوز كل المترمى عليك تمدرجة الانتحاد اللي حطوا عليك تمدرجة حط عبارة عن كم سؤال فالدكتور بيبقى معاك موضوع ما بقاش ان انت وقيع في بحر بس فكرة انا بتحط امتحان ده وارد موضوع كله ما بقاش تدريس بس بيكون فيه حاجات كتير جدا وبالتالي انت هتلاقي نفسك ووظيفة معيد ما بتنزلش الكلية اللي يام كلها يام الأسبوع واللي يام اللي فضله دي بتبقى بهدر كده انك تلاقي وقت تتحضر تلاقي وقت تعمل تتذكر للماجستير تتذكر للتمهيدي كده دي فكرة الموضوع باختصار انا قلت اقوله باختصار عشان الناس اللي هي عايزة تعرف يعني ايه يعني ايه الرحلة بتاعتنا بتبقى عاملة ازاي طيب لو هنمسك شوية موضوع التدريس هيقابلك مثلا ان انت بتضطر ان انت يعني ايه بتيجي بتشرح ممكن يقابلك من ضمن الصعبات ان انت ممكن تدي في الاربع سنين وتطالب بتاخد مواد واولا تتعين تلاقي في مادة ظهر الجديد وانت دي لها تشرح فدي حاجة يعني لازم تبقى عارف ان انت تبقى عندك الكيبابلتي ان انت تحضر الحاجة فقط قليل وتفهمها وتروح تشرح دي 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 كده الرول يعني فدي تدريس المرأبات برضو فيه جدول بينزل المرأبات الرصد بينزل الجدول الرصد كل حاجة مع الوقت بتعرف المرأبات بتحصل ازاي الرصد بيحصل ازاي التدريس بيحصل ازاي جدول التدريس بينزل جدول استكاشن يعني جدول المعامل موضوع يعني بيبقى واضح الفكرة كلها فيه الفيديو دي معمول ليك ان انت اللي مش عارف تعرفه او ان انت تعرف ان فيه واحد انت اللي هو مرأبات ورصد وكذا عشان ما تتفجئش بحاجة او ان انت يعني مثلا ممكن تبقى تتعاين معيد وما تسجلش تمهين ماجستير تبقاش عارف ان ده شرط من الشروط مثلا وممكن تعمل تمهين ماجستير وما تبدأش في الماجستير مثلا يعني لازم تبقى عارف انا بعمل فيديو عشان تبقى عارف ان فيه كذا مطلوب منك بعد كذا بتعمل وما تعملوش براحتك بس تبقى عارف بس ان ده عليك ده التمهيدي ماجستير الدكتوراه سوري التمهيدي ماجستير الماجستير بعدين تأهيل الدكتوراه بعدين تمهيدي دكتوراه بعدين الدكتوراه فالماجستير المفروض ان انت بتقعد من يعني تخرجت مثلا خانا اقول مثلا عشرين عشرين بتقعد خمس سنين يعني لو خلصت التمهيدي ماجستير والماجستير قبل خمس سنين ما بتترقش انا طبعا معرفش ليه بس دي رول يعني فانت قدامك خمس سنين عبار ما تبقى معيد وتبدأ تترقى من بعد يعني لو حصل وانت معيد وخد تمهيد الماجستير والماجستير بتترقى بقى بتبقى مدرس مسائل بعدين بتاخد التأهل الدكتوراه تمهيد الدكتوراه الدكتوراه بعدين تترقى تبقى مدرس مدرس ده قال له تبقى دكتور دكتور في الجمع انت بتاخد حكتين ماجستير ودكتوراه عشان في الاخر تبدأ تشرح في المحاضرات ليه الطلب دي الدنيا فخمس سنين عشان تترقى مدرس مساعد وخمس سنين عشان تترقى تبقى دكتور وبعدها برضو خمس سنين تترقى تاني تبقى أستاذ مساعد وبعدها خمس سنين تترقى تبقى أستاذ ودي أعلى ردبة في الكلية اسمها أستاذ لما تلاقي دكتور اسمه يعني ردبة أستاذ فهو كده يعني خلص كل حاجة بعد الأستاذ بقى بقى بتبقى ممكن وكيلة كلية ممكن تبقى رئيس قسم ممكن تبقى عميد ممكن تبقى تمسك مناصب إدارية أو مناصب معينة في الجامعة مناصب يعني قيمة يعني ده بالنسبة للرحلة عاملة ازاي المفروض أن في الوقت الحالي بقى في حاجة اسمها يوتيوب بقى في حاجة اسمها جيت هاب بقى في حاجة اسمها كاجل بقى في حاجة اسمها جوجل كلاب بقى في حاجة كتير جدا تخليك أن انت لو تقلق أن هعمل الماجستير بتاعي في موضوع معين تخلص الحاجة دي بسرعة فوارد أن انت تعرف تخلص الماجستير بكل الطرق وماجستير انت بتعمله لوحدك يعني لوحدك يعني من الأول إلى آخر لوحدك ولكن المشرفين بيبقى لهم دور المفروض يعني أنه بيبقى لهم دور بيوجهوك شوية فأنهم عارفين يعني من قبل ما انت تبدأ هم عارفين الموضوع عارفين الموضوع ده وعارفين الخلفية الخلفية بتاعته أو الهيستوري بتاعه الحاجات دي فلما هتيجي تروح وتتكلم معهم أي حاجة في الموضوع وصلت لايه ما وصلتش لايه ببهو عارف كل التكنولوجي اللي انت هتستخدمها أو اللي استخدمتها وهو بقى له دور كويس ونهو ممكن يقول لك بلاش تبقى على الطريق ده أصلا خليك في الطريق ده طب الطريق ده مش عارف ايه فتب استخدمت تكنولوجي كذا طب خلق يعني فاهم فبتلاقهم يعني الإشراف توجيه وحاجة كويسة يعني حاول تستخدم المشرفين المشرفين مش واخدى بالي بقى الصراحة بس تقريبا يعني أهم حاجة لازم يكون فيه واحد أستاذ على قل معك أستاذ يعني أنا مثلا دلوقتي أنا مش بكلم علي أنا أنت مثلا جيت عايز تسجل في الماجستير خلصت سنة التمهيدي وعايز تسجل في الماجستير بتبدأ تقول أنا عايز أختار دكتور إكس أوكي وتبدأ بقى خلاص كده لازم يكون معاك ده اتنين دكتور على قل وواحد يوم على قل أستاذ يعني تختار دكتور أستاذ ومعاك دكتور كمان يا إما تختار اللي اتنين يبقوا اتنين أستاذ أو اللي اتنين يبقوا واحد أستاذ واحد مدرس وبرحتك لو اخترت ثلاثة يعني فيه بعض الدكترة بيقبلوا ثلاثة مع بعض كأشرب دي الرحلة يعني بعد أن تخلص تأميد ماجستير بتظهر طبعا نتيجة بتبدأ تعرف نتيجة بتاعتك بتروح تسجل في الماجستير التسجيل الماجستير ده نفسه برضه موضوع بتبدأ بقى مثلا زي مشروع التخرج كده أن أنا بدخل على موقع واسجل أن أنا مشروع التخرج مع دكتور كذا وأدم وراء لا بتبقى موضوع إيه بقى أولا أنت بتقعد مع نفسك أو مع المشرف وتروح لمشرف عادي وتقول له حضرتك أنا عايز أعمل ماجستير معي يقول لك ما فيش مشكلة عايز تعمل ماجستير فيه تقول له مش عايري يروح هو بقى مدور لك على أفكار يا إما هو يجيب أفكار يا إما أنت تروح رايح له بأفكار أوكي يعني الفكرة بتيجي منك أو منه يقعد مثلا يقول لك إيه طب أنا عايزك تعمل دكتوراه مثلا في الكمبيوتر فيجن أو دكتوراه في الماشيل ليرنيج يعني يديك يديك حاجة يعني يديك أي هنت كده يقول لك هتمشي في أني اتجاه أو يقول لك التخصصات بتاعته وإنت شوف التخصصات بتاعته ده متوافقة معك كل ده فأنت بتلاقي أن الدكتور ده خلاص أنت دكتور ده يعني كل الكلام اللي تكلمه مش في حاجات أنا بحبه مثلا هو بتكلم في كمبيوتر فيجن مشيل ليرنينج ديب ليرنينج كذا 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 ده مش مجالي فأنا هبدأ أسيب الدكتور وروح لدكتور تاني يكون مثلا أنا أو بروح لدكتور خاص بالمشرف لازم يكون قريب من المجال بتاعي فبتروح للمشرف أوكي وبتبدأ في الآخر يعني فيه فكرة كده هو قالها لك أو أنت اللي جبتها الفكرة دي بقى لازم تدوس فيها شوية قبل ما تبدأ تسجل يعني بتسجل دي معنى أن أنت هتنضي ورقة هتكتب ورقة بينك وبينه أو يعني هتسجل في الكلية أن أنت ده الماجستر اللي هتكمل فيه أو الموضوع اللي هتكمل فيه فبتعد الأول بتبدأ أنت تقول إيه خلنا أقول الماجستر بتاعي عشان برضو ما أفضلش أدور على مشارك كتير أفرض مثلا أنا عايزة أعمل emotion recognition بعمل يعني خلي الكمبيوتر يركونايز اليموشن بتاع الشخص اللي قدامه اللي قاعد قدامه تمام؟ ده موضوع بتبدأ بقى تخش عنه تتشوف عشان الناس أو عشان أي الحاجات اللي موجودة دلوقتي اللي بتركونايز اليموشن هتلاقي فيه ناس كتير بتركونايز اليموشن بالسبيتش لو صوتك عالي أو صوتك واطي بعرف أنك زعلان غطبان سعيد كذا ممكن أعرف اليموشن من خلال الفيس الفيش الاسبريشن وشك بيدحك سعيد مش عارف إيه كده ممكن أعرف من خلال ده موضوع بقى موضوع كبير يعني من خلال بادي لانجوش هلاقي إيدك بتشور كده مش عارف إيه بحركات إيدك ففيه ممكن كذا طريقة بتبدأ بقى تشوف إيه الطرق دي كلها ومين فيهم اللي انت حابب تكمل فيه فيه ناس تقول لك أنا انترست في الاسبيتش فيه ناس تقول لك أنا انترست في الفيش في الفيش يعني براحتك يعني أنا طبعا بقول الألفاز ممكن يكون اللي أنا بقوله ده يفيد حد في حاسبات يفيد حد في المشيل لرنج ما يفيدوش في النتورك المهم إن أنا بحاول إن أنا وسط الدنيا أسهل الدنيا بتبدأ بقى تدوس شوية في الموضوع ده وتلاقي بقى حاجة يعني بتروح تلاقي حاجة إن الحتة دي هي اللي هتكمل فيها يعني أنا مثلا لما اشتغلت لقيت إن الناس عملت الاموشن بالفيس وعملت الاموشن بالبرين سيجنلز بس ما كانش حد عمل الاموشنز بالبرين والفيس الاتنين مع بعض أنا قلت بما جاء عمل الاتنين مع بعض مثلا افرض مثلا كان فيه ناس عملت بالفيس وناس عملت بالي هي جي مع بعض وأنا دلوقتي مش لقى حاجة عملها فأروح قيلة الناس دي كلها عملتوا بأني طريقة عملتها مثلا بالإيه بالتردشنال مشيل لرنينج اللي هي النيوران نيوترك والإس في إيم طيب ما أنا في حاجة اسمها ديب لرنينج نتلت فخلاص أعملها بالديب لرن فأعمل الفكرة فأنت بتعمل المجستير بتاعك بيكون حاجة موجودة وتحاول تشوف إنت ممكن تضيف فيها إيه أو بتعملها بطريقة إيه طريقة تانية اللي بيحصل أن الطريقة دي ما بتكونش يعني إيه أو تفزابوكس أو إنوفيتف مش حاجة ما فيهش فيها إبداع الفكرة أنت بتعمل شغل زيادة أو بتعمل شغل كمان على الشغل اللي موجود ناس عملت اشتغلت على صور معين بشتغل على صور تانية بتستخدم على داتاست معين انت داتاست تانية ألجوريزم معين انت بتعمل الألجوريزم تاني الألجوريزم الأولين ده انت استخدمته الناس مستخدمين وانت هتستخدمه برضو وتبدأ تغير فيه الاركتكتشر بتاعه وتغير فيه أي حاجة أو أي برامطر فيه غير لما النتائج بتاعتك تبقى أحسن منهم في الركوجنش يعني ما تمناش طبعا دي تكون كومبلكس يعني أو صعب خلاص اخترت الفكرة بتبدأ بقى تقول الدكتور دكتور أنا الفكرة دي هي اللي عجباني وأكمل فيها النصيحة الأولى في تسجيلك للنقطة ان انت حاول عنوان المقطة اللي هتكتبه يكون جنرال جنرال يعني ايه يعني ما تحاولش يكون ان انت أنا هحل لمشكلة الاموشن بالأي اي جي والفيس باستخدام الديب ليرنج يعني ما تبقاش واضحة كده تقول لا أنا هعمل اي موشن سيستم يعني حاجة حاجة زي كده يعني اللي هو ايه ما توضحش بالزبط الالجوريزم لان انت ممكن تعمل تجارب كتير جدا فتلاقي ان الاموشن بتديب ليرنج مش هينفع مثلا فما تبطرش بقى تعيد النقطة تاني لأ بتخلي العنوان بتاعك ايه جنرال شوي بتبدأ تكتب حاجة اسمها بروبوزل بروبوزل دي بتبقى يعني ما عرفش معايا بروبوزل ولا لأ بس بتبقى عبارة عن ملف وورد انا اكيد مش هلاقي بس انا بحاول بتعمل حاجة اسمها بروبوزل يعني دي عبارة عن دوكيمنت او ملف وورد بتكتب فيه معلومات كتير قوي المفروض بيكون فيه فورمات يعني انا ما قداميش الفورمات ممكن ام بعمله في فيديو الوحده ازاي بتكتب بروبوزل في الماجستير او الدكتوراه بيبقى مثلا ايه يعني بتقول لي الرئيس بتقول لي سكرتاتر القسم انا عايزة عايزة اكتب بروبوزل فتديدي مثلا الفورمات بتاعة تقول لك ما عنديش مثلا تروح سائل حد لسه مخلط الماجستير تروح باخد البربوزل بتاعه اللي قدمه وتبقى تقول الفورمات بتاعه اوكي فبتاخده بقى بتلاقي انه بكتب اسم الموضوع الاول بعدين اسم المشرفين بعدين شوية يعني كلام كده عن الموضوع صور الموتيفاشن بروبلم استيتمنت حاجات كده يعني بتبقى بتبقى عبارة عن كلام عن الموضوع ما بيكونش تجارب ولا اكسبريمنت عملتها ولا اي حاجة انت بس بتقول الموضوع بتاعك برا عن ايه وتتكلم عنه شوي اعتقد بروبوزل ما تقلش عن ثلاث صبح بتهيقل يعني فبيبقى عنوان اسم المشرفين ابستراكت بروبوز سيستيم اسمها ايه الموتيفاشن مين اللي هيستفاد من المشروع بتاعك يعني انا مثلا الاموش ريكونيشن مش فكر طبعا مين اللي كان يستفاد منه بس يعني ممكن يبقى اي حد ممكن نستخدم الاموش ريكونيشن في السيكيوريتي يعني المهم يعني بتقول مين اللي هيستفاد من المشروع بتاعك ايه المجالات اللي يعني بتعمل مشروع بتاعك ده مين اللي هيستفاد منه اه وفي الاخر برضو اه وفي الاخر اه بتعمل حاجة اسمها جانت شارت جانت شارت يعني البلان انت مخطط تخلص بيبقى من ده من ضمن الحاجات اللي بتكتب البربوزر تقول لانها خلص المجلسير في سنة خلص المجلسير في سنتين حاجة زي كده وممكن تعمل سيرش على يعني جانت شارت فان جنرال يعني البربوزر دي بيكون دوكومنت فال انت بتسلمه بيكون اللي هو فرمات معين ممكن يختلف من قسم القسمة ممكن يكون حاجة جنرال عادي بس المهم ان انت بتحاول بتاخد البربوزر ده من حد اكبر منك او حد يكون ناقش قبل كده وتعمل زيه زيه في الفرمات مش هو نفس البربوزر اللي بتسلمه لا الكونتينت اللي جوه بتغير بس بتعمل المطلوبة بتبدأ بقى تقول مشكلة عبارة عن ايه وههلها ازاي وليه ههلها وليه مين كمين اكتر من حد متأذي ان احنا مش عارفين نعمل او ده يفيدني في ايه وهكذا وبتعمل فروت شارت مثلا ان تصورك ان انت هتمشي هتعمل ايه الاول وبعدين ايه وبعدين ايه وطبعا كل ده ممكن يبقى حاجات بسيطة وتكبر اكتر من كده وممكن يتغير برضو عادي بس المهم ان انت بتبدي ان هي في ان انت عايز تسجل في الماجستير في ورقة في حاجة اسمها بروزر اوكي بعد ما بتسلمه بيبدأ ورقة ده يدخل مجلس قسم وبعدين بيدخل مجلس كلية ومفروض بيروح مجلس جامعة ما عرفش بيروح مجلس جامعة ولا لا بس المهم بيمشي في ورق بيمشي في طريقه يعني للتنفيذ والموافقة وكده وبعدين بيجي لك بقى الموافقة ان انت خلاص ماشي يكمل مع الدكتور ده في النقطة البحسية دي اوكي اا طبعا انت مش محتاج تستني الموافقة لان الموافقة مثلا ممكن تاخد شهرة او اتنين انت ممكن تقعد في الشهرين دول بتبدأ تشتغل عادي يعني مفيش اسباب كتيرة بتخلي ان انت تسجل في حاجة ويتقالك لا لان طالما الدكتور قالك اوكي فوتبدأ تكتب بربوزل فتمام يعني بس هو انت اصلا اقول ان انت بتسلم البربوزل ومتنملكش دعوة بقى اللي بيحصل في مجلس القصة ومجلس الكلية وتبدأ تشتغل اوكي بتبدأ تشتغل بقى بتبدأ بقى تشوف على كاج الوجيت هاب و و و جوجل كلاب والجوجل والحاجات دي كلها حاجة عملي عملت الشغل بتاعك اللي انت بتتكلم عليه او عملت مرحلة من المراحل اوكي وتبدأ بقى تاخد الكود ده وتبدأ تعدل فيه وتبدأ مش تعدل فيه طبعا يعني انت بتقعد تعمل الحاجة بس انت بتفهم منه ان هو النات بتعمل ازاي يعني هو ايه لما عايزة عمل اموشنس دي ايه هتلاقي فيه ساد وهابي وانجري وكذا طب اللي بيحصل بتدخل صورة ولا بتدخل فيديو ولا بتدخل سبيتش بتدخل صورة بتدخل صورة ناتج ببقى كلمة ممكن يبقى كلمة ممكن هو يعني ان هو هابي ساد كذا ممكن يبقى حاجة تانية يعني ممكن اقول ان انا بزد في اموشن الاموشن دي اموشن إيجابية ممكن يبقى سعيد وممكن يبقى الإيجابية دي بتشمل حاجة كتير يعني ممكن يبقى سعيد ممكن يبقى هادي ممكن يبقى كذا فشكل الكلاس بتبدأ تشوف شكل الدنيا عاملة زي بتبدأ بقى تشوف حياتك بقى ده برضو ممكن موضوع لوحده في ان انت بتعمل الماجستير بعد ما بتعمله بس ظنيا يعني الماجستير ده بيكون فيه كود مش كلامه بتعمل كود بتطلع نتائج بتبدأ تخش في مرحلة اننا نتائج اللي انت طلعتها دي 1% 2% 30% 50% 100% كام ده موضوع وهي دي احسن حاجة ولا لا بتبدأ تخش في مرحلة المقارنة بينك بين الاخرين اوكي تقارن شغلك بين الاخرين وطبعا المقارنة بتكون في علاقة جراف بتبقى علاقة تابل بس ضمنيا بتعمل المقارنة وتبدأ تتكلم عن المقارنة دي المقارنة دي انا ليه احسن منهم لهم احسن مني ازاي ممكن احسن نتائج بتاعتي ازاي ممكن ليه انا احسن منهم بتاعي انا ممكن اعمل ايه في الفيزيك جاية او في لو يعني لو كملت في الموضوع ده في مشروع تاني او مشروع جاي حاسن فيه ازاي فاندي برضو مواضيع بعد كده بتبدأ بيعدي سنين بقى وبتبدأ تتابع مع المشروع بتاعك النتائج عاملة ازاي حلوة او وحشة او كذا كذا بعدين في الاخر بتبدأ ان انت تناقش الماجستير مناقشة الماجستير دي برضو موضوع اللي انا بقوله ده بيتعامل في الماجستير ودكتوراه يعني تعمل بروبوزل وتعمل ماجستير وتبدأ تناقش نفس اللي بيحصل في الدكتوراه بالزبط بتعمل بروبوزل مهم يعني تبدأ تناقش المناقشة دي برضو بتبقى بتاخد لها وقت قبل ما ناخد بقى الوقت في المناقشة الاول بعد ما بتخلص الم궁 بتبقى تكتب حاجة اسمها documentation فكنة documentation اجباري او اختياري ده ما عرفش بيختلف من سنة لسنة بيختلف من كلية الكلية بس في حاجة اسمها documentation في بعض المواقف انا مثلا عملت documentation radoygen mentation بتبدأ برضو تشوف الناس عمل documentation ازاي بتبقى تكتبها ببقى لها فورمات معب steer عدد شبطر زر معينين بيتكتبوا فيها كل شبطر بيتكتب في ايه حاجات كده بتبدأ تسلمها يعني بتبدأ تسلم الدوكومنتشن دي للكلية وللمشرك وتقوله انا كده خلصت يبدأ ان هو طبعا هو اللي بيقولك سلم اخر حاجة يعني هو المفروض بيأمن الاول ان احنا خلصنا وتبدأ بعد كده تعمل ايه يبدأ ويدخل وراءك في مجلس كسو بعد المجلس كلية وبعد المجلس جامعة بعد كل لفة دي كلها يبدأ يقولك اه صحيح خلاص انت هتوقت هتناقش ويحددو لك معاية المناقشة معاية المناقشة ده بتضطر انت مثلا تحجز مكان تحجز قاعة السمنار يعني او تحجز المكان اللي هتناقش فيه مش معنى انه هم قدوا لك المعاد كذا والساعة كذا يعني هتروح تلاقي المكان جاهز لأ بتروح انت تحجز المكان ده وممكن يكون فيه دفع رسوم او مش رسوم بس بتحجز وبتيجي بقى انت بقى في اليوم ده وتناقش وبعد ما بتناقش بيطلبوا منك كسان منقشة ان ليه كتبت كذا ما كتبتش كذا ليه تبعدل كذا فيه حرف غلط فيه مش عارف ايه غلط فبيعودوا بقى فيه تعدلات وبالتالي في ان النسخة اللي انت بتبعتها المشرفين او المحكمين في قبل المناقشة بتكون مش نسخة ناية لان المجلدة تجليد كويس دي لأ بتكون النسخة عادية مكعبية بعدين بعد ما يقول لها تتعدلات بتاخدتهم كلها وتعدلها وتكتب جديدة من المجلد كومنتيشن وبعدين تروح تطبخها جديد وتروح تقدم النسخة الجديدة للكلية وكلها ما بتوزحها زي ما توزحها يعني كل يعني بتطلبوا منك عاد نسخ معايانين والنسخ دي هي بتوزحها مثلا النسخة لكل رسالة النسخة لكل مشرف مثلا النسخة بالجامعة الكرة النسخة بالجامعة اسكندرية وطفر مطلوب انك عدد معين وهما بيسترفوا بعد كده ده بتعمل اللي يقول لك عليه وبعدين مش مهم بقى هما يعملوا بها ايه بعدين بعد ما بتنقش بتخش ورقك برضو بدخل تاني مجلس قسمه ومجلس كلية ومجلس زامعة عشان تبدأ تترقى وبعدين بتجي لك الترقى يعني انا مش بقول ان في وقت او اي حاجة انا بس بوضح الدنيا لاللي مش عارف عشان اللي مش عارف يعرف اوكي دي رحلة المعيد هتعمل اللي انا قلته ده في الماجستير وهتعمل ده برضو في الدكتوراه مع اختلاف ان انت ممكن تعمل في الدكتوراه حاجة اتقل من اللي في الماجستير اكي ام ما اتمناش طبعا اننا كن طولت او تقلت او ان يكون الدنيا ما كانتش واضحة يعني نفس الدنيا تبقى واضحة فانت بتذاكر وتكتهت كويس في الاربع سنين بترتب على الدفعة بترتب على الكسم بياخد اول خمس الخمسة على الاول كس ده في العموم يعني إن شاء الله يتكون دايما بياخده الخمسة بيتعاين معيد بتبدأ أن أنت تبقى عندك مهمتين مهمة البحث العلمي ومهمة التدريس وجانب دول بتعمل حاجة اسمها بترقب امتحانات بتحط امتحانات بتيجي تعمل مش عارفة ايه كنترول الرسل وكنترول وفي الماجستير بتعمل تمهيد الماجستير تمهيد دكتوراه تمهيد دكتوراه دكتوراه من بعد ما بتخرج بخمس سنين ينفع تترقى بعد الترقية القولة بعد خمس سنين ينفع تترقى وهكذا كل خمس سنين بتترقى مفيش أقل من كده يعني أنا ممكن يفضل أن يكون في أقل من كده بس هو مفيش فلت ممكن تستغل الوقت بتاع الماجستير ده أنك تعمل بيبرز كتير يعني تعمل بيبرز كتير وتترقى باتنين ثلاثة ويبقى عندك عمال بيبرز المهم يمكن تعمل حاجات تانية غير الماجستير لو أنت أكتب يعني بس دي الرحلة وانس ان انت بقيت معيد بيبقى ده دي كده وظيفة حكومية بتتعين وبتقبض عادي ومفروض ان انت كل ما ترقى كل مرتبة تزيد شوية ممكن يعني رقم يعني ممكن يزيد خمسمية ممكن يزيد ألف طبعا ده بخلاف الزيادة اللي هي بتاعت كل سنة يعني قد أكون دخلت في تفاصيل غريبة ولكن أنا حابة أن أنا أعرف لأن في حرفيا في ناس مش عارفة في ناس حرفيا مش عارفة فكرة أن انت معيد وتدرس ممكن ما تبقاش عندك مهارة الكنترول أن انت تتحكم في الطلبة وتديها يعني أن انت تتحكم في الطلبة مين ما يخرجش مين يدخل مين ما يعليش صوته مين يحترمك مين ما يقولش كلام مين يقول كلام ده برضو موضوع ممكن تقعد تتكلم مع حد فيه ويديك مهارات تتكلم بصوت عالي تغطب نفسك كويس وتجهز نفسك كويس محدش يبقى له يغلطك في حاجة مثلا تحاول مثلا تنظم الدنيا هل أي حد هيسألك في أي وقت هتجاوب ولا بتقول مثلا أسئلة كلها في نهاية براحتك يعني فالدنيا بس محتاجها شوية خبرة وتوجيه ممكن تلاقي لو لقيت حد توجهك في كل الحاجات دي ممكن الدنيا تبقى واضحة حاول تختار الحد اللي هيساعدك يعني مثلا يبقى أنت مثلا وانت طالب تبقى مع جروب ناس شطرة وهتطورك دخلت بقيت يعني تمهيد ماجستير تمهيد دكتوراه تبقى داخل مع ناس يعني مش اللي هو يعني ناس هتساعدك وطبعا لو ما دخلتش مع ناس ساعدك يبقى تستفاد من السنين اللي فاتت انتحان السنين اللي فاتت أي حاجة ده بس يعني حبيت ان انا اتكلم شوية وما فيش ماتيريال معي اشرح منها فانا قلت يعني مارت تبقى في دماغي الى حد ما يعني بس هي دي الدنيا مفيش رقم معين اقدر اقوله لمرتب المعيد لان بيختلف من سال سنة ما عرفش الفيديو ده انا اشرحه النهار ده ممكن تتفرج عليه بعد سنتين تلاتة فما قدرش اقول ان هو رقم كزا تبدأ تقول لي لا ده ده الوقت بقى اكتر لا انا كنت بقى في عالم كزا يعني انا ما عرفش ما قدرش اقول رقم ولكن هو يعني مثلا لو انت بتقبض الف طبعا ده رقم مش موجود يعني اكتر من كده لو بتقبض الف فانت بيجي عند شهر اربعة بيبقوا الف ومتين بشهر الاربعة اللي بعده بألف وربعمية بيزيدوا معلوماتي متين او تلتمية اوكي يخليها متين تيجي بقى انت ترقيت مش عرف ايه فبتزيد خمش ومية اوكي كزا يعني لو بتهدد دكتورة بزيد الف فمرتبك على مدار الرحلة بيكون في الأفرج محترم يعني مش مش قليل ومش كتير اللي هو المتوسط يعني بس كويس ده بالنسبة يعني ممكن بقى ندخل في فكرة أنا قلت في فيديو فات اللي هي ايه يعني ايه اللي بيحصل بعد ما بتخلص الماجستير بعد ما تخلص الماجستير بيطلوب منك ان انت تكتب بيبر زي كده بتهالي قلت في فيديو فات زي بنكتب بيبر لو انت في ماجستير بتطلب منك بيبر لو انت في الدكتورة بتطلب منك اتنين المعلومة دي ممكن تلغير من سنة لسنة بس يعني ده الوضع الحالي اه البيبر لا طبعا تفاصيل وبروسيس فانت حاول يعني حاول لو تعمل حاجات برل يعني تكتب البيبر اثناء ما تشغال في البحث العلمي يعني انت تكتب حاجات زي كده او تكتب حاجات زي كده يعني وتكتب وتعدل عادي مش مش كده وتكتب البيبر وتكتب الديكمنتيشن مبارل معك في الشو وورده الدكتوراه بيتطلب منك بيبر بتحاول تختار اسم الجورنال اللي هتبعت فيه لان الجورنال ده بيفرق معاك في في الدنيا بعد ما بتخلص الرحلية بتخلص في الماجستير بتبدأ تقدم على حاجة اسمها جواز النشر العلمي الببر اللي انت دخلتها عشان تنشرها بتدفع فلوس وبعدين ممكن تدخل تقدم في الجامعة على حاجة اسمها استرداد تكاليف النشر اللي هو بتدفع فلوس عشان تنشرها وبعدين بتخدها تاني يعني او مفروض ان هي مجانة يعني يعني نشر الببر للمعيد او للدكتور بيقى مجان اوكي اا يعني ده على حد علمي يعني اا اا لو انت لو انت عملت استرداد تكاليف النشر فيه ناس ما بتستردش بتلاقي ان البروزس بتاخد وقت فلوس بتستردش في الموضوع بفلوس عادي اا فبتدفع فلوس عشان تنشر بيبا بتدفع فلوس بتاخد فلوس تاني بتستردها يعني وانت لو مشيت في الموضوع يعني بتاع الاسترداد وبعد كده بتقدم على جواز النشر بيجي لك مكافأة فانت الناس اللي بيبوزت على الخمسمائة جنيه اللي زادت هو انت مش الخمسمائة جنيه زادت الخمسمائة جنيه ده عماتل لما تزادت معك كل سنة يعني مش كل سنة يعني انت مرتبك هيعلى خمسمائة جنيه ويفضل معك مرتبك خلاص بقى جديد بقى حاجة تانية بلاص بقى الجواز النشر يعني انت لو خدت جواز النشر تلاتين الف أو خمسين ألف فاشوف بقى الخمسين ألف على الاثناشر مثلا خلينا نقول أنا معرفش إذا مكتبه ده مكتب في تفصيل كتير جدا خمسين ألف على الاثناشر فأقول على الخمسة فكأن مرتبك زائد خمسمية كأن مرتبك زاد بقل ألف جنيه ماشي الخمسمية جنيه يعني هيزيد كتير في الخمس سنين طبعا يعني أنا طبعا حسبت الحسبة دي على الخمس سنين انا مقaching's بالسنة يعني خمسين ألف على الاثناشر ده معناه ان انت زيت 4000 في السنة كل ما تعمل بيبر كل ما زيت 4000 في السنة مرتبك بيزيت 4000 فطبعا هي حاجة كويسة بس مرهقة يعني طبعا الهراج ده مش هنتكلم في دلوقتي فلكن هو الموضوع هي رحلة بس دي معلمها يعني بتجتهد بتبقى معيد بتعمل تمهيدي ماجستير ودول ماجستير بعد ان تعمل الدكتوراه في كل مرحلة بتدفع فلوس تعمل بيبر بعدين تاخد فلوس اللي هي جواز النشر لو عملت استرداد يبقى انت كأنك ما دفعتش حاجة حلوة يعني كأنك فيش حاجة خالص دلوقتي وبعدين بقى بتاخد جواز النشر فمرتبك بيزيد بالنسبة كويس دي رحلتك في بعد ما تخلص الكلية وتعينت معيد لو انت ما تعينتش معيد بقى ده موضوع تاني انا معرفوش لو انت مش معيد تمشي بالطريق ده ولا لا لو انت مش معيد هل ينفع تبقى معيد ولا لا ما عرفش بس في ناس بعد ما خلص الكلية وما تعينتش معيد بتروح تقدم في جامعة خاصة مثلا وتبقى معيد فيها عادي لان الجامعة الخاصة بتاخد الاوائل يعني بتبقى حبة للحاجات دي بس فيعني طو عندي كانت كنت حبة ان انا وضح الدينة لناس مش عارفة حاجات كتير اتمنى تكون جوابتي على بعض الاسئلة ويعني لو في اي موضوع تاني ممكن ابقى تكلم فيها شكرا شكرا